اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية على مستوى إقليم شفشاون قامت بجولة ميدانية بالسوق الأسبوعي بالمدينة لتتبع حالة التموين ومراقبة جودة المنتوجات وتم خلال الجولة الميدانية الوقوف على حالة التموين ومراقبة أسعار المواد الغذائية ومدى استجابتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية خاصة المنتجات الأكثر استهلاكا إضافة إلى شروط تخزينها وعرضها للبيع الغرض من هذه الجوالات هو بالدرجة الأولى تتبع حالة التموين بهذه الأفواق وحتى التجار على إشارة 8 وأيضا مراقبة جودة المواد المعروضة للبيع غير الإشارة فإن خلال هذا الشهر الكريم قامت اللجنة بزيارة حوالي 2993 محلة تجاريا هذه الزيارات الميدانية تتم بالموازات مع عقد اجتماعات مع التجار والمهنيين ومقدمية الخدمات على مستوى إقليم شفشاون بهدف ضمان التزويد الكافي للأسواق بالمتجات ذات الاستهلاك الواسع شكرا